توقعات الفلكية لمولود برج الميزان خلال شهر نوفمبر 2018 رح يركز مولود برج الميزان عوضع المالي بشهر نوفمبر على كيف بده يزيد من أمواله ومن ممتلكاته ومن مكاسبه في عنده فرصة إيجابية أنه يحصل على مبلغ مالي أو أنه ينفرج مالياً حتى معنوياته رح تكون كتير آلة بشهر نوفمبر ممكن يصير حدث معين به تقريباً بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر بيتخليه يزيد من معنوياته ويفرح ممكن يصفقوله الآخرين فشهر نوفمبر شهر إيجابي عليه حتى التقال الكواكب لبرج القوس ابتداء من عشرين شهر وصاعداً بيخليه متكلم أكتر وهو أصلاً مولود برج الميزان المتكلم البارع فهيدا رح يتعزز عنده هالسفة ورح يصير متكلم وبارع وحكي ورح يوصل ورح يلاقي العلم عم بيقصدوه كلمال يمكن سلحة معينة أو واسطة معينة حتى ممكن أنه يتعلم شي جديد ابتداء من عشرين شهر وصاعداً ممكن يكتسب شي جديد يفكر يمكن يفوت بدورة علمية جديدة أو دورة سقفية جديدة بيعزز علاقته مع أخوته بشكل إجابي بيعزز علاقته مع المحيط بشكل إجابي ولكن انتقال المريخ إلى برج الحوت ابتداء من خمستاش الشهر بتخليه حسه أكتر أنه يكون رأي أكتر بيشغله وتعاطي مع زمالي العمل أنه يمكن ينتبه لصحته أكتر ما يحمل شي تقيل ما يزيد على حاله ما يبالغ بيجهده الجسمانة وكل شي بيكون أمني